السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس من دروس التعلم عن بعد للصف الحادي عشر المسار التكنولوجي مادة علوم الحاسب الوحدة الثالثة الأمن الإلكتروني الدرس الثاني الأمن الشخصي والحاسوب عزيزي الطالب قبل أن نبدأ بدرس اليوم هيا بنا نستعرض معا ما تم دراسته من الوحدة الثالثة الأمن الإلكتروني درسنا في الوحدة الثالثة الدرس الأول مقدمة إلى الأمن الإلكتروني وبإذن الله سوف ندرس الدرس الثاني الأمن الشخصي والحاسوب بالنسبة للدرس الأول تم دراست أهمية أمن المعلومات نموذج CIA الجرائم الإلكترونية خروقات الحماية وبإذن الله تعالى ندرس اليوم المفاهيم التالية المقصود بالأمن الشخصي الإلكتروني نصائح للوقاية من الجرائم الإلكترونية طرق الكشف عن البرامج الضرة طرق الحماية من تحميل البرامج الضرة طرق التحقق من أمن الحاسوب الهدف الأول المقصود بالأمن الإلكتروني الشخصي يقصد بالأمن الإلكتروني الشخصي المحافظة على المعلومات الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم الشخصي أرقام بطاقات الاعتمان وأرقام الحسابات المصرفية من السرقة وذلك لأن هذه المعلومات يمكن أن تستخدم للسرقة أو الانتحال الشخصية وغيرها وفيما يلي بعض الاحتياطات التي ينصح باتخاذها للوقاية من الجرائم الإلكترونية الهدف الثاني نصائح للوقاية من الجرائم الإلكترونية هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لكي نقي أجهزتنا من الجرائم الإلكترونية النصيحة الأولى هي التحديث الدوري للبرامج يجب تحديث دوري لكل من نظام التشغيل والبرامج التطبيقية لإزالة الثغرات الأمنية الحرجة أمام المتسللون النصيحة الثانية هي استخدام مضاد للفيروسات يجب استخدام مضاد للفيروسات وجدار ناري محدثين لحماية الجهاز من البرامج الضارة والفيروسات الخبيثة النصيحة الثالثة استخدام كلمات مرور قوية يجب أن تتكون كلمة المرور من ثمانية أحرف على الأقل ويجب أن تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة أرقام ورموز وتحدث هذه الكلمات باستمرار النصيحة الرابعة وهي التحقق الثنائي أو المتعدد يجب استخدام التحقق الثنائي أو المتعدد كخيارات أمان إضافية لكلمة المرور بحيث يتم التحقق بعد إدخال كلمة المرور كيفية استخدام التحقق الثنائي لتأمين حساباتنا الشخصية عزيز الطالب أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح مواقع الإنترنت جزء أساسي من حياتنا اليومية لذا واجب تأمين وحماية حساباتنا فإذا كان لديك حساب في تويتر، إنستجرام، إسناب شات فلابد أن نتعرف على التحقق الثنائي التحقق الثنائي عزيز الطالب هو إضافة وسيلة تحقق جديدة للدخول إلى حساباتنا الشخصية وذلك بعد إدخال كلمة المرور الأساسية يطلب منك إدخال رمز مؤقت يصلك في رسالة نصية على هاتفك المحمول عند تسجيل الدخول وإليك عزيز الطالب طريقة تأمين حساباتنا بالتحقق الثنائي في كل من تويتر وإنستجرام وإسناب شات الآن التحقق الثنائي في تويتر يمكنك عزيز الطالب تصوير الشاشة نتحقق الثنائي في إنستجرام نتحقق الثنائي في سناب شات أما النصيحة الخامسة فهي كن حذرا من الاحتيال الإلكتروني عزيز الطالب كن حذرا على الدوام عند استقبال رسائل البريد الإلكتروني أو النشرات الدعائية حتى لا تقع في الاحتيال الإلكتروني النصيحة السادسة وهي استخدام هاتفك بشكل آمن يوجد أكثر من مليون ونصف برنامج خبيث يستهدف هاتفك لذا استخدم تطبيقات موثوقة حدث نظامك بشكل دوري استخدم النسخ الاحتياطي النصيحة السابعة وهي لا تشارك معلوماتك الخاصة كن حذرا عند مشاركة معلوماتك الخاصة مثل الاسم الرقم الشخصي البريد الإلكتروني رقم الحساب البنكي حتى لا تكون عرضة للاختراق أما النصيحة الثامنة وهي لا تستخدم الشبكات العامة شبكة واي فاي العامة تكون أكثر عرضة للاختراق والسبب في ذلك عدم تشفير حركة نقل البيانات بين الخادم والجهاز الهدف الثالث طرق الكشف عن البرامج الضارة بالحسوب للكشف عن البرامج الضارة بالحسوب على المستخدم تشخيص التغيرات التي قد تطرأ على طبيعة عمل جهاز الحسوب الخاص به والتي قد تكون مؤشرا لإصابة الجهاز بالبرمجيات الضارة ومن هذه الحالات حدوث أعطال فجائية في الجهاز عرض رسائل خطأ متكررة عدم القدرة على إغلاق الحاسوب عرض الحاسوب لعدة نوافذ منبثقة عرض الحاسوب للإعلانات غير المناسبة عدم القدرة على إزالة البرامج الغير مهمة ظهور إعلانات في المواقع الحكومية إرسال رسائل بريدية لم نكتبها ظهور أشرطة أدوات ورموز جديدة استنزاف بطارية الحاسب بسرعة الهدف الرابع طرق الحماية من تحميل البرامج الضارة بالحاسوب أولاً تثبيت وتحديث برامج الحماية والجدار الناري بشكل تلقائي ثانياً لا تقم بتغيير إعدادات أمان المتصفح ثالثاً انتبه لتحذيرات الأمان الخاصة بالمتصفح رابعاً بدلاً من الضغط على الرابط أكتبه مباشرةً في المتصفح خامساً لا تفتح المرفقات في البريد الإلكتروني إلا إذا كنت تعرف المرسل سادساً احصل على البرامج المراد تحميلها مباشرةً من المصدر الموثوق سابعاً قراءة كل محتويات الشاشة أثناء تثبيت برنامج جديد فقد يطلب تثبيت برنامج إضافي ثامناً لا تضغط على الإعلانات المنبثقة الخاصة بتحسين آداء الحاسوب تاسعاً افحص محركات الأقراص الخارجية الهارد ديسك والفلاشات والسي دي وغيرها قبل استخدامها عاشراً استخدم النسخ الإحتياط لبياناتك بانتظام لكن عزيز الطالب إذا كان هناك حالة اشتباه بوجود برامج ضر بحاسوبنا وجب علينا اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى التوقف عن القيام بالتسويق الإلكتروني واستخدام الخدمات المصرفية على الحاسوب أو أي نشاط يتضمن بيانات اسم المستخدم وكلمات المرور وغيرها ثانياً تحديث برامج الحماية وفحص الحاسب للتحقق من الفيروسات وبرامج التجسس وحذف كل المشتبه به وإعادة تشغيل الحاسوب ثالثاً التحقق من المتصفح للتأكد ما إذا كان به أدوات لحذف البرامج الضرة أم لا ويمكن إعادة تعيين المتصفح لإعداداته الافتراضية رابعاً يمكن الاستعانة بالدعم الفني لفحص الجهاز والتخلص من الفيروسات والبرامج الضرة الهدف الخامس طرق التحقق من أمن الحاسوب يوجد عدة طرق للتحقق من أمن الحاسوب منها أولاً التحقق من جهاز التوجيه روتر والمحافظة على كلمة المرور الخاصة به ثانياً التحقق من الشبكة اللاسلكية واي فاي وتأكد من خيار أمان WPS2 للشبكة اللاسلكية ثالثاً التحقق من استخدام تطبيق واي فاي انيليزر على الهاتف المحمول لقياس قوة الإشارة اللاسلكية ويجب أن تكون الإشارة قوية رابعاً التحقق من تحديث نظام التشغيل الخاص بالحواسيب والهواتف المحمولة خامساً التحقق من تحديث حزم الأمان على أجهزة المستخدمين وعملاء الشبكة سادساً التحقق من تحديثات التطبيقات التلقائي بشكل دوري سابعاً التحقق من قائمة البرامج المثبتة وإزالة أي برنامج مشبور ثامناً التحقق من إعادة تعيين كلمة المرور بشكل دوري كل ثلاثين يوماً وتكون كلمات المرور قوية تاسعاً التحقق من جدار النار وتشغيله لضمان عدم وجود برامج احتيالية ضمن الاتصالات الواردة والصادرة عاشراً التحقق من النسخ الاحتياطي للبيانات المهمة بشكل دوري عزيز الطالب هيا بنا نستعرض معاً ملخص درس اليوم الدرس بعنوان الأمن الشخصي والحسوب به خمسة مفاهيم أساسية المفهوم الأول تعريف الأمن الشخصي الإلكتروني ثانياً نصائح للوقاية من الجرائم الإلكترونية ثالثاً طرق الكشف عن البرامج الضارة رابعاً طرق الحماية من هذه البرامج الضارة خامساً وأخيراً التحقق من أمن الحاسوب مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة